اشتركوا في القناة بين الأديان والثقافات المختلفة جاء ذلك لدى لقاء وزير الخارجية مع سعادة الدكتور أناتولي توركونيوف رئيس الجامعة حيث ألقى سعادة وزير الخارجية بهذه المناسبة كلمة نقل فيها تحيات عاهل البلاد المفدة وتقدير جلالته لمجلس أمناء الجامعة على قراره بمنح جلالته الدكتورة الفخرية تقديرا لدور جلالته النبيل في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وقال سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني أنه انطلاقا من إيمان جلالة الملك المفدة العميق بهذه المبادئ والقيم السامية أطلق جلالته العديد من المبادرات الخيرة وهي مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية وإعلان البحرين وأكدا أن جميع هذه المبادرات الخيرة تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي والتسامح والحوار وقال إن الرؤى الإنسانية السامية لجلالة الملك المفدة توجت بقراره التاريخي بإعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل والتوقيع على اتفاق مبادئ إبراهيم إيمانا من جلالته بأن التعايش السلمي بين الأمم والشعوب هو ما دعت إليه كافة الأديان السماوية وأن السلام هو الطريق المأمون لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لصالح كل شعوب المنطقة وأضاف وزير الخارجية أن حضرة صاحب الجلالة يؤمن إيمانا راسخا أن الدعوة إلى السلام هي النهج الصحيح لتحقيق الأمان والاطمئنان والسعادة من جانبه أراب البروفيسور أناتولي توركونيوف رئيس الجامعة عن اعتزاز جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة الدكتوراء الفخرية مشيرا إلى أن عددا من الشخصيات العالمية البارزة دوليا من رؤساء الدول والحكومات تم منحهم هذه الشهادة معربا عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين ومتمنينا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار شكرا اشتركوا في القناة